حذرت شركة بيركشاير هاثاوي الاستثمارية التابعة لوورن بافت من ظهور شركة بتستغل اسمها لتطليل المستخدمين وأشارت في بيان رسمي إلى أنها ما بتمتلك أي علاقة مع منصة تداول عملات مشفرة تستخدم اسمها وعلامتها التجارية ووفقاً لرويترز بيوصف الموقع المزيف حاله بأنه منصة عملات مشفرة تأسست سنة 2020 وبتتخذ من ولاية تكسس الأمريكية مركز إلها وبتدعي أيضاً إنها خاض على التنظيم في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وقبرص وجنوب أفريقيا ونظراً لسمعة وورن بافت في عالم الاستثمار فمن المعتاد أنه يحاول العديد من المحتالين استغلال اسمه أو ادعاء كونهم يمتلكون أسراره إلا أنه اختيارهم لبافت كان أمر خاطئ لأنه معروف بكونه أحد ألد أعداء العملات المشفرة وسبق إنه وصفها بإنها سم جورذان وقال إنه ما رح يشتري كل عملات بيتكوين في العالم حتى لو عرضت عليه بـ 25 دولار بس للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today اشتركوا في القناة